الاهلي في المعاد مبروك طبعا بداية لكل جماهير نادي الاهلي الفوز على الرجاء البيضاوي 2-0 بمجموعة المباراتين والتأهل للدور قبل النهائي في بطولة دولي الأبطال حلقة السبت يوم المباراة قلت لحضراتكم بكرة هنتقابل وهبارك لكم بإذن الله على تأهل الاهلي وتخطي عقب الترجاء وقت كان والجديد لا جديد يذكر ولا قديم يعاد زي ما بيتقال والاهلي دايما بين الكبار وهو كبير كبار أفريقيا خد بال حضرتك أن اللعيبة دي مش بكلم بقى على تاريخ مش بكلم على عشر سنين وعشرين سنة وتلاتين سنة فاتت وأمجاد يا أهلي أمجاد أنا بكلمك بس على الفرقة دي على اللعيبة دي على النجوم النادي الأهلي دول اللي تخطوا وفازوا على كل الفرقة اللي وصلت للدور قبل النهائي في التلات نسخ الأخيرة اللي وصل فيهم الأهلي للمباراة النهائية وتوج فيهم بلقبين من قصة تلاتة والتالت طبعا حضراتكم عارفين القصة كانت بفعل فاعل لكن مش ده موضوعنا خليني أقول لحضرتك أنه الترجي الوداد سانداونز وهم أطراف المربع الدهبي في البطولة قدر لأهلي أنه هتخطاهم فيه مناسبات مختلفة وضيف عليهم الرجاء اللي تخطناه في دور التمانية وتخطناه قبل كده في دور الأربعة وإزا مالك المصري اللي فوزنا عليه في النهائي وكايزة شيفز للجنوب الأفريقي فالأهلي طبيعي جدا مكانته الطبيعية دايما يكون فيه الأدوار النهائية الممثل المصري الوحيد وكالعادة الممثل المصري الوحيد في بطولات أفريقيا هو النادي الأهلي نتمنى التوفيق قبل موقعات الترجي في موقعات الترجي عندنا كلام كتير جدا يتقال لكن خليني أقول لحضراتكم حاجة بعيدا عن المواجهة الفنية يعني وبعيدا عن كورت القدم لأنه طبعا اللي حصل في مباراة الترجي وشابة القبائل يعني رجل عالم كله القصة مش خصة تونس ومش خصة أفريقيا ومش خصة اتحاد الأفريقي العالم كله الحقيقة صلت الدق بشكل كبير جدا على الأحداث اللي حصلت أثناء مباراة الترجي التونسي وشابة القبائل الجزائري وحتى ردود الأفعال على مستوى الاتحاد الأفريقي وعلى مستوى السلطات والمسؤولين في تونس كبيرة جدا طبعا السيناريو ممكن يكون ايه ما حدش عارف لكنه بالتأكيد هيأثر بشكل كبير على مشورة الترجي وإحنا يهمنا حجم التأثير لأنه الأهلي رايح تونس انت هتلعب مباراة الزهب بإذن الله إذا قلت دليل مباراة الزهب هتكون في تونس وبعد كي مباراة العودة هتكون في القهارة وبالتالي يهمنا في المقام الأول والأخير أنا أعتقد طبعا أنه الأهلي بشخصيته وبإمكانياته وبخدراته ما بتفرقش معاه هيلعب مع مين اسم المنافس يعني ولا بتفرق معاه فكرة الجماهير من عدم ووقت كان انتوا شفتوا طبعا الحضور الجماهيري في مباراة الرجاء كان عامل إزاي وده ما أسرش على لعبتنا بأي شكل من الأشكال لكن اللي يهمنا في الأول والآخر هو سلامة وأمان بعثة نادي الأهلي في تونس الطبيعي في الأمور اللي زاديه حتى اللحظة طبعا الأمور محل تحقيق في الاتحاد الأفريقي لكن بالتأكيد هيكون في عقوبات قد تصل العقوبات دي إلى إعادة المباراة هو سيناريو ضعيف جدا سيناريو ضعيف جدا فكرة إنه مباراة الترجي وشبابة القبائل تتعاد ده احتمال قائم يمكن يكون ضعيف لكن فيه يعني وقاعة مشابهة كتير جدا اتخذت فيها قرارات من الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة وإحنا شخصيا اتلسعنا من القصة دي قبل كده يعني مصر شخصيا لو تفتكروا مطش زنبابوي في التسعينيات مباراة التوبة الشهيرة اللي اتعادت بعد كده على ما أتذكر اسم حدث مرمزينبابوي اللي كان سبب في إعادة المباراة دي وتعادت بعد كده في فرنسا في ليون واخسرنا فرصة التأهل لكاس العالم فبالتالي العقوبات دي وردة يمكن يكون احتمالية حدوثها ضعيفة جدا لكنها وردة نروح للأقرب السيناريوات الأقرب واحد هو بالتأكيد بالتأكيد السيناريو الأقرب أنه الترجي التونسي يتحرم من جماهيره في المباراة المقبلة مش بس في النسخة دي أنه عنده عقوبة مع إيقاف التنفيذ زي ما بيقوله في عقوبة صدرت قبل كده بحق نادي الترجي التونسي بحرمانه من الجماهير وتفعل في حالة ارتكاب يعني تجاوزات مشابهة لللي حصلت في مباراة الترجي وشابة القبائل وبالتالي أغلب الظن ودي العقوبة الأقرب لأنه يتم تطبيقها على الترجي التونسي هو إقامة مباراته على ملعبه بدون جماهير في عقوبة تانية ممكن تكون مغلزة أكبر بشكل أكتر يعني وهي فكرة أنه نقل مباراة الترجي التونسي خارج ملعبه ودي فيها احتماليتين أنها تتعرف في تونس لكن في ملعب تاني غير ملعب رادس أو يتم نقل المباراة خارج تونس كلها وبالتالي دي الاحتمالات الوردة الأقرب واللي ممكن يكون السيناريو يعني الأكتر واقعية أنه يتم إقامة المغاراة بدون حضور جماهير تفرق معنا؟ آه تفرق معنا على مستوى الأمان والسلامة وعلى مستوى كمان مواجهة الفنية لأنك لما تلعب في تونس بدون جمهور بالتأكيد ده هيأثر بشكل سلبي على الترجي نتمنى السلامة دايما وزي ما قلت لكم أنه ردود الأفعال تخطي التقرى الأفريقية النهاردة أغلب صحف أوروبا بتتكلم على الواقع اللي حصلت في مباراة الترجي لأنه الواقع بتخرج من إطار الشغب الجماهيري لخدوا بالكم النهاردة في بعض الصحف التونسية بتتكلم على أنه دي تقارير تونسية دي مش معلوماتنا إحنا دي تقارير نشرت في بعض المواقع والصحف التونسية بتقول أنه كان في رغبة من بعض الجماهير والحضور في مباراة الترجي وشاربت القبائل باقتحام الملعب وفي صور لبعض المشاهدين لبعض المتابعين للمباراة يعني كان معهم أجهزة وبيحضروا بالفعل لاقتحام الملعب على كل أحوال نتمنى السلامة للجميع وبنسبة الجماهير أنا لا تعالي يخص كل جماهير نادي الأهل اللي عملوا يعني دورهم وزيادة والحقيقة دين لهم بفضل كبير جدا في اللي احنا وصلنا له اللي وصلت له فرقة نادي الأهل النهاردة وهي قدامها 260 دقيقة لأنه السنة دي مباراة الفاينل فاينل دوري الأبطال هتبقى برضو زهاب وعود مش هتبقى مباراة فاصلة زي ما تعودنا فيه التلات النسخ الأخيرة وبالتالي انت قدامك 360 دقيقة بإذن الله على تحقيق النجمة 11 اللقب 11 في تاريخ النادي الأهلي في دوري الأبطال وبتهيألي إن واحد من أهم عوامل نجاح الأهلي في تحقيق اللقب ده هتكون جماهيره سواء في مواجهة الترجي أو في مواجهة بإذن الله بعد ما نتخطى الترجي يعني أو في مواجهة الفايز من سان دونز والويدات ما أعتقدش إن فيه حد خلينا نتفق كده والله بعيدا عن المواقف وبعيدا عن المسميات والأسماء والأشخاص أنا بتكلم من وقع حبي لجماهير نادي الأهلي وأنا عارف إن يمكن فيه تفاصيل كتيرة جدا مرتبطة بالحضور الجماهيري فيه مباراة الرجاء هنا في القاهرة أنا مليهاش داخلي بيها مش هكلم فيها أنا اللي يهمني واللي بكلم فيه جماهير نادي الأهلي كلمة من القلب أتمنى توصل للقلب ما فيش حد بيحب نادي الأهلي ولا بيغير على مصلحة النادي الأهلي ولا بيتمنى الخير لنادي الأهلي يفكر إنه ويكون واحد من الأسباب حرمان الأهلي من جمهوره بأي شكل من الأشكال قولا واحدا بعيدا عن أي ملابسات المشهد اللي احنا شفناه في مباراة الهلال السوداني هنا في القاهرة واللي اتكرر بعدها في مباراة الرجوع البيضاوي في القاهرة بيقول إنه جماهير النادي الأهلي في ظهره قوة ضربة قوة ضربة مش من مصلحة الأهلي ولا محبينه ولا عشاءه ولا جماهيره إنه الأهلي يتحرم من جماهيره اللي نتمنى زي ما شفنا الأستاذ ملياني مدرجاته مليانة بالكامل في مباراة دوري الأبطال نتمنى كمان نشوف الجماهير دي في المطشط المحلية في مباراة مطشط الدوري ومطشط الكاس التعب هنا في مصر الجيل ده اتحرم من قوة الأهلي الضربة الجيل ده لعب معظم مطشاطه وبطولاته الأخيرة في السنوات الأخيرة بدون حضور جماهير فالأهلي هو أكتر المتضررين من غياب الجمهور عن المدرجات وتخش وراء الأندية الشعبية لكن يبقى الأهلي هو أكبر المتضررين من ده فمش من مصلحة أي حد وده لازم يكون وبأكلم بالذات الناس اللي دايماً بيكون حضرة في المباريات في المدرجات الناس اللي بتروح المدرجات اللي بتمثل ملايين الأهلوية اللي بيتبعون في كل الشاشات انتو المسؤولين عن ده انتو المسؤولين عن تأمين ده وانتو المسؤولين عن نجاح ده وأي حد ماشي عكس الاتجاه تأكد تماماً أنه بيشتغل ضد مصلحتك وضد مصلحت الكآن ما فيهاش نقاش طيب لأ طبعاً قرعة كاس مصر هنتكلم فيها النهاردة موقعة الترجي التونسي في دول الأبطال هتكون إزاي وخصوصاً بعد وصول الأربعة وأهم من ده طبعاً مباراة السوبر المنتظرة إن شاء الله الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة في أبو ظبي خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا وندخل فيه التفاصيل للتذكرة بس يعني قبل ما تطرق لقصة قرعة كاس مصر هنبتدي لسه دول الاثنين وثلاثين عاكوة خد بالك احنا هنبتدي دول الاثنين وثلاثين والدوري طبعاً لسه مكمل خد بالك أنه الأهلي أنه النادي الأهلي اللي لعب وصل للخط النهاية في بطولة دوري الأبطال وراح شارك في كاس عالم أندية وكاس بان سوبر مصري وكاس بان كاس مصر ومتصدر بطولة الدوري رغم أن ليه أربع مؤجلات أنا ناسي مش عارف طبعاً أنا الدوري يعني تاهميني بس أنا أعتقد أنه لنا أربع مؤجلات أعتقد لعبنا واحد وعشرين وفيوت شرقه أقرب حد لنا لعب خمسة وعشرين على ما أتذكر يعني وبالتالي متصدر وانت ليك أربع مؤجلات وانت الفريق المصري الوحيد اللي بتصل لبطولة يعني المربع الدهري أو الدور قبل النهاية في بطولة دوري الأبطال وهترجع طبعاً تلعب في كاس مصر وهقول لكم القرعة أو قاعة الأهلي إحنا هنلعب منتخب السويس أعتقد في دوري 32 لكن هقول لكم بقية المشوار يعني ولسه عندك أربع تاشر أو تلتتاشر مطش فضلين لك في الدوري ولسه عندك سوبر المصري بتاع الموسم الأخير ولسه عندك سوبر ليج فانت متخيل الفطورة اللي بتفحها النادي الأهلي بتفحها لعيبة النادي الأهلي أربع مؤجلات زي ما قلت لحضراتكم بالزبط أربع مؤجلات للنادي الأهلي في بطولة الدوري بالتالي انت متخيل حجم الفطورة اللي بتفحها النادي الأهلي نتيجة نجحته يعني نتيجة نتيجة أنه سفير مصر الوحيد على كل مستويات محلياً العلامة الكاملة لغاية اللحظة اللي بكلم حقك فيها الاهلي علامة كاملة الموسم ده الاهلي علامة كاملة مع فرصيد وبطولتين سوبر مصري على حساب الزمالك كاس مصر نسخة القديمة طبعا على حساب بيرميدز مشاركة في كاس العالم كانت مشرفة رغم حتى انه مكادش على مستوى طموح الجماهير النادي الاهلي لكن هي بكل المقاييس كانت مشاركة نكحة جدا وصول الدور قبل النهائي في بطولة دوري الابطال الافريقي صدرت الدوري المصري رغم انك ليك اربع معجلات كل ده ما حتى يقدر ينكر انه علامة كاملة من بداية الموسم لغاية النهاردة لكن هو السؤال هنا هل لو ده فريق تاني غير النادي الاهلي كان ممكن يعمل كده يعني كان عنده المقدرة انه ينجح على كل المستويات رغم كل الصعوبات اللي بتتحطي في طريقه ليه عندنا في مصر وارد فيه ناس تحطى سيناريو فكرة انه نجاح الاهلي الشديد ده بيكشف انا قاسب بن قسين يعني فشل المنظومة الرياضية في مصر اللي مفيش حد فيها بيحقق اي نجاح يسكر على اي مستوى ورغم كده الصوت عالي جدا ومحاولة التكسير في نجاحات الاهلي او تشويه النادي الاهلي او جر النادي الاهلي للصراعات تقريبا اصبحت شبه يوميا وغير منطقية وغير مبررة وغير مفهومة على اقل على اقل للقاعدة العريضة من جميع النادي الاهلي النهار ده ازمات وراء ازمات وراء ازمات مش مفهومة ومش مبررة ومش منطقية وهنا لازم نقول انه يعني زي ما ابتديت الحالة اقول لا جديد يسكر لكن في قديم يعاد هو نفس نفس الاسلوب ونفس الطريقة ونفس المنظومة اللي ما بتتغيرش وعلى فكرة ما فيش حاجة هتتغير يعني لو ما ف انا بكلم هنا عن مصراء الادارة ما ليش علاقة باشخاص وما ليش علاقة باسماء انا بكلم على اسلوب وطريقة ونظام الادارة الرياضية في مصر الادارة الرياضية في مصر ما تنتظرش ابدا النتائج مختلفة وانت كل المعطيات والمقدمات اللي موجودة عندك هي هي من 30 سنة ما فيش حاجة بتغير ما فيش حاجة تقدر تقول عليها طبعا احنا هنا بنتكلم على قواعد ولوائح ونظم وقوانين رياضة اعتقد فيها قصور شديد جد وإلا ما كانش حصلت حالة الجدل وحالة التشتيت والتشويه اللي بتحصل يوميا والمغالطات اللي بتحصل بشكل يومي والناس ما بقتش فاهمة في لوائح في بنود في قواعد تم الاتفاع عليها وإقرارها من القائمين على المنظومة هل القواعد دي بيتم تطبيقها هل في شفافية ولا كله بالكيف والهواء كله على الكيف والهواء فما تنتظرش في النهاية والله هنا مش بكلم على وقع أو على حالة واحدة أنا بكلم على على حالات متكررة بكلم على منظومة بأدال عرف السائد في مصر كل واحد بيعمل على مزاجه كل واحد بيعمل على كيفه وفي النهاية على فكرة رغم أنه ده حقيقة يعني أنا إحنا بقالنا هنا تقريبا أنا على شاشة الأهلي بقالي موجود تقريبا ثلاث سنين ده تقريبا بقى العرف في مصر ما شفتش في لحظة من اللحظات أي حد من المسؤولين في مصر بيدعم النادي الأهلي رغم أنه هو النادي الوحيد والله بعيدا عندنا أهلاوي أنا لو مش أهلاوي هبقى فرحان أنه فيه كيام في مصر فيه نادي في مصر قادر يرفع اسمه مصر كده والأهلي لو مش موجود في مصر أنا آسف غابت مصرنا على خريطة على كل مستويات أندية ومنتخبات وعلى كل الرياضات مش بس على كورة القدم وعلى فكرة أفريقيا كلها تعرف حجم وقدر النادي الأهلي أكتر من المصرين نفسه وتقدر قيمة النادي الأهلي أكتر من المصرين نفسه وتتمنى أنه يبقى عندهم كيان زي كيان النادي الأهلي يضرب به المثل كيان ونادي واسم يضرب به المثل ما شفتش ما شفتش نادي ما شفتش نادي أجمع على احترامه كل المنافسين في الخليج العربي في السعودية وفي الإمارات وفي قطر وفي الكويت وفي البحرين في أفريقيا شمالها تونس المغرب الجزائر في عمق القرى الأفريقية في جنوب أفريقيا وفي الكاميرون في دول كبيرة جدا كروية مش بكلمكم على دول صغيرة إلا ما شفت كل الاحترام والتقدير لإسم النادي الأهلي الكل يعلم حجم وقدر وما كانت النادي الأهلي المصري بس يبدو أنه لا كرامة للنبي في وطنها على كل أحوال خلينا نروح لقرأة كاس مصر الأهلي في مشواره في كاس مصر هيبدأ بدول الـ 32 هيقابل إن شاء الله منتخب السويس أنتوا عارفين طبعا دول الـ 32 بيكون عبارة عن 32 فريق 18 فريق من الدولة الممتاز وبيضاف عليهم 14 فريق من باقي الأقسام خلينا استعرض مع حضراتكم مشوار الأهلي في طريقين طبعا الطريق الأول طيب الأندية الموجودة من الباية الأقسام يمكن دي اللي متعرفوهاش هم عندنا شبان إينا عندنا ناديلا فيينا عندنا بترول أسيوت عندنا فريق النجوم مصرية الصلاة سك حديد ألو إيجبت منتخب السويس شرقية دي كيرنس بروكسي رايا الرياضي والحمام في المطروح وطلع على الأسطود دولة 14 فريق اللي جايين من الأقسام الأخرى نضيف عليهم 18 فريق اللي بيلعبوا في الدولة الممتاز يبقى عندنا 32 فريق الطريق الأول الطريق الأول هيلعب فيه الزمالك يواجه المصرية للاتصالات السيراميكا كليوباترا هيواجه دي كيرنس المقاولين العرب هيواجه الحمام مطروح طلع على الجيش هيلعب مع الشرقية البنك الأهلي مع شبان المسلمين بيانا وتحس سكندالي مع سك الحديد وبيراميز مع رايا الرياضي طريقنا إحنا سكة النادي الأهلي بقى إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم هنبدأ مع منتخب السويس عندنا الدخلية وأسوان عندنا المصري وبيترول أسيوت حرس الحدود غزة المحلة الإسماعيلي والنجوم أمبي أمبي وليافيينة وفيوتشر وطلاع الأسطول يعني أنت في طريقك المصري بإسماعيلي فيوتشر أمبي واسموحة مجموعة قيلة برده مجموعة قيلة بس إن شاء الله لأهلي لها هي قصة الكاسة الحقيقة استنادي يعني أنا مش عارف بصراحة كان الله في عم مستر كولر وكان الله في عم اللعيبة يعني بإذن الله لو قدر لنا إن إحنا نلعب نوصل للفاينل بتاع دوري الأبطال هيبقى عندك أربع مطشاط دوري أبطال أفريقي وهيرتبط على تتويقك بإذن الله باللقب مباراة سوبر أفريقي مع بطل الكونفيدرالية اللي خرج منها فيوتشر وبيرمتز أدي خمس مطشاط مباراة قرية بإذن الله إن شاء الله يعني وعندك سوبر مصري اللي جاي ده أدي ست مباراة وعندك أربعتاش أو تلتاشر مباراة في الدوري المصري أدي عشرين موسم ده موسم ده الأهلي قدامه موسم لسه إحنا راحين لموسم واللعيبة مطالب منها إنها تبزل أقصى مفوسعها وتحقق كل الألقاب وتكسر الدنيا يعني كان الله في عم كولر وكان الله في عم اللعبين وهنا مش عارف الحزبة تكون إزاي بصراحة رغم إنه أنا بيتهايلي إنه حتى التدوير ما بقاش بالشكل الكبير يعني ميستر كولر في فترة من فترات كان فيه تدوير مستمر وكل مباراة بتشوف أوراق جديدة لكن في الفترة الأخيرة فيه حاسس إنه التشكيل أعرب بقى للسبات يعني قلمة بدعي إصابة يعني بتشوف اسم أو اسمين ممكن يتغيره في كل مباراة لكن هو قادم لا محال ما اعتقدش إنه استنزاف طبعا للعيبة وخصوصا إنك داخل على مطشات مهمة وكلها ببطولات لو فست الدوري الأبطال دي بطولة لو لعبت سوبر أفريقيا دي بطولة سوبر مصري بطولة وبالتأكيد الدوري المصري بطولة وبالتأكيد كاس مصري بطولة فبالتالي أنت تكلم على خمس ألقاب أنت بتلعب بتنفس على خمس بطولات هناخد رأي طبعا نجمنا النهاردة كابتن خلت جدالة عشرافنا في السادسة خلينا بس قبل ما نكمل حلقاتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم طيب خليني أروح طبعا أنا يمكن تابعت معاكم ردود الأفعال العالمية على قصة خروج جبهير التراجي على النص قلتلكم من الموضوع قيد التحقيق في اتحاد الأفريقي ممكن تكون عقوبة أقولنا كل السيناريات لكن خلينا أقولكم من داخل تونس نفسها قرار بمنع جمهور التراجي تحت 18 عام من حضور المباريات في الملعب ده اللي اكشفته بعض التقارير صحفات تونسية النهاردة أنه الجهات الأمنية التونسية وتحديدا وزارة الداخلية في تونس قررت أنها تمنع حضور الشباب اللي أقل من 18 سنة من حضور المطشط وتحديدا جمهور التراجي بعد اللي ما تبعش يعني أول اللي يمكن يكون معرفش معرفش أنه حصل احتكاك بين الجمهور أو بعد الجمهور التراجي التونسي وبين رجال الأمن مما أدى لتأخر استقناف المباراة أعتقد لمدة 35 دقيقة صحيفة فودفينكاتخ التونسية أو موقع فودفينكاتخ التونسي أكد أنه الداخلية التونسية أصدرت بالفعل قرارها بدون الانتظار بقى لتحقيقات الاتحاد الأفريقي صدر قرار من رزارة الداخلية أنها تمنع حضور الشباب اللي عندهم أقل من 18 سنة بعد المنظر اللي حصل في مباراة التراجي وشبابة القبائل وده على مستوى سلطات الأمن التونسية خليني أخدكم بقى للاتحاد الأفريقي الكاف أو التحاد الأفريقي بيفتح تحقيقات في تجاوز الجماهير في ماتشاط أو مباريات العودة في ربع نهائي دوري الأبطار حاد الأفريقي فتح تحقيق في تجاوزات الجماهير خلال ماتشاط ربع النهائي بين الأهلي والرجاء وشبابة القبائل والتراجي طبعا كلنا تابعنا الأحداث والاشتباكات اللي حصلت بين الجماهير وبين قوات الأمن في ماتش شبابة القبائل والتراجي التونسي واللي قدت لتوقف المباراة فترة طويلة جدا قبل ما يتم استكمالها وده اللي حصل يمكن حتى تقرير حكم المباراة ومراقم المباراة جيه في نفس السياق ده بيان الكاف اللي طلع في إطار نفس الموضوع بيقول أنه الاتحاد الأفريقي لكرت القدم أدان بشدة السلوك الجامح من قبل بعض المشجعين خلال مباراة الترجي التونسي وشبابة القبائل الجزائري في تونس ولقاء الرجاء المغربي والأهل المصري في الدار البيضاء والأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل المباراة لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب فيرون موسينجو الأمين العام للتحاد كورت القدم علق على نفس المشهد وقال أن المشاهد في تونس وفي الدار البيضاء كانت غير مقبولة على الإطلاق وأنه لا يمكننا تحمل ذلك في كورة القدم أننا ندين وبشدة تصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعين أضف أيضا أنه كانت مباراة ربع نهائي دولة الأبطال الأفريقية بمثابة مشهد مزهل وإعلان عن كرة القدم الأفريقية لقد رأينا بعض المواجهات المثيرة التي أعادت تأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية وبالتأكيد ما أعتقدش أن المسؤولين في التحاد الأفريقي هي يعني يخل الأمور تعدي بدون ما يتم فرض عقوبات علا وعسى علا وعسى أنه نمنع المشاهد دي دايما كنا بنسأل لما بنكلم حتى وإحنا داخلنا على بطولات كبيرة إيه اللي بيمنع أفريقي على أنها تكون في صدرة مشهد الكرة العالمية يعني أنا بشوف أنه عندنا أهم مواهب على مستوى الكرة في العالم جاي من أفريقيا عندنا إمكانيات وعندنا خبرات وعندنا قاعدة ممارسة كبيرة جد لكن لما تيجي تبص للفارق بين أمريكا اللاتين مش هالك أوروبا عشان أوروبا في حتة تانية خاصة تيجي تبص للفارق بين أمريكا اللاتينية وبين أسيا وبين أفريقيا فارق كبيرة جد وده مرتبط بواحدة من الحاجات طبعا البنية التحتية الإمكانيات المادية متفق معك لكن هل هي دي المشكلة؟ بس لا طبعا التحكيم واحد من الحاجات اللي لازم تتطور تنظيم المسابقات الجماهير والحضور الجماهيري كل دي حاجات لازم تضاير عشان تقدر تطور الكرة عندك في أفريقيا أسد زيتنا في القانون يعني لما كانوا بيتكلموا في فكرة العقوبات دي بيقولك الهدف من إقرار أي عقوبة هو تحقيق واحد الرابع العام يعني أنه وجود عقوبة ما تمنع الناس أنها تخرج برى الحدود المرسومة لها أو برى الإطار المرسومة لها على سبيل المثال حضرتك كده لما كان بيبقى فيه عسكري مرور أو رجل مرور واقف في الشارع أو مش واقف حالك كنت ممكن ترتكب المخالفة على أساس أنك أنت آمن من العقاب النهاردة لما بقى فيه كاميرات الناس كلها ماشية وملتزمة زي كتاب ما بيقول فهي الفكرة من أمن العقاب أسأل أدب وأي منظومة عقاب في مصر أو في أي حتة في العالم أي منظومة أو أي قانون في مصر عايز تمنع من خلاله أي خروج عن الإطار أو عن النص تقدر تعمل ده والأهم من القانون نفسه قدرتك على تطبيق القانون طيب ملفاتنا بعد الفوز وتجاوز عقبة الرجاء والاستعداد لمواجهة الترجي وقبل منها طبعا مباراة السوبر المنتظرة اللي هتجمع بين الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية خلينا نروح لفاصل نستقبل بعده نجمي النادي الأهلي الكبير جدا كابتن خلالة جدالة ضفنا النهاردة في السادسة فاصل ونرجع لكم في بطولات كبار أفريقيا لم ينجح أحد إلا النادي الأهلي كالعادة ممثل وحيد للكرة المصرية في بطولات أفريقيا بعد نجاحه في تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي والفوز في مجموع مبارتي المواجهة زهابا وقيابا بنتيجة 2-0 بمرة تانية ببارك لكل أهلوية وبإذن الله إن شاء الله الطريق بإذن الله مفتوح للتتويج باللقب 11 عندنا في ناحية سان دامس في مواجهة الوداد واحد منهم هيخرج التاني وعندنا إحنا حتى اللحظة إلى أن يجد جديد يعني إحنا في مواجهة الترجي بإذن الله مباراة الزهاب في تونس ثم مباراة العودة في القاهرة 12 و19 على التوالي خلونا نرحب بنجمنا كابتن خلالة جدالة وإن باركله إن شاء الله يعني بعد فوزنا طبعا على الرجاء وإن شاء الله مقدما كمان قبل مباراة السوبر كده بإذن الله إن شاء الله يكون لقب جديد يضاف لخزائن ودولاب بطولات النادي الأهلي كابتن خالد مساء الخير مبروك تجاوز عقبة الرجاء خطوة مهمة جدا في مشوار البطولة وفريق الحقيقة محترم جدا واحد من الفرق اللي كانت مرشحة لتحييل لك الله يبارك فيك يا أحمد وتحياتي ليك طبعا ومبروك لجمهاري النادي الأهلي ومجل صدار النادي الأهلي على رأسه طبعا للكابتن محمود الخطيب يديرنا ولعابتنا والجهاز الفني طبعا مبروك والجهاز الإداري وكل الطاقم اللي بيشتغل يديرنا نحن نكسب الرجاء في مجموعة مبارتين ماتشين كانوا صعبين جدا لعبا ونتيجة يا كابتن خالد الماتش الأولاني لعبا ونتيجة الماتش الثاني نتيجة لأن برضو الشطارة في المباراة في الأدوار الإقصائية دي زي تتعامل مع كل مباراة على حدة فاحنا تعملنا مع المباراة الثانية بالشكل الأمثل جيم دفاعي على أعلى مستوى ولكن كان فيه هناك بعض القصور في النواحي الهجومية ولكن ده مقبول على حسب الجو اللي كان موجود من حسل الجماهير الكبيرة اللي كانت موجودة وحماس فريق الرجاء ولكن جيم دفاعي النادي الأهلي والعابت النادي الأهلي عملوه بشكل يدرس يدرس فعلا وبإذن الله نأمل في الفترات اللي جاية نكملها بالنواحي السنة النواحي الهجومية عن طريق الهجمات المرتدة ولكن في مجموعة المباراتين النادي الأهلي أدى أداء هايل بشكل كويس جدا الهدف من المباراتين أنت تعدي هذا الدور وده اللي حصل المباراة الأولى تسايدناها لعبا ونتيجة أداء ونتيجة كل حاجة خبرة وشخصية لعيبة النادي الأهلي كان ليهم الفضل الكبير جدا مع جمهور النادي الأهلي اللي حضر في استاد القاهرة في المباراة الأولى كان ليهم الفضل الكبير جدا أننا نعدي هذا الدور أصوات كتير جدا أصوات كتير جدا كانت بتقول أن الأهلي بعيد عن التأهل حتى وتجاوز مرحلة دول المجموعات وأصوات كتير جدا قالت أن الأهلي مش مراشع السنة دي للمنافسة على لقب البطول بمجرد ما تخطى الأهلي دول المجموعات مش بأتكلم بس على جوة مصر بأتكلم حتى على أصوات برا مصر وخصوصا شمال أفريقي أصوات كتير بتاتي تكلم عن الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالبطولة السنة دي تفسيرك لده إيه؟ التفسير لأن نادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي والزعيم الأفريقي ويخوف أي حد من البطولات اللي أخذها يعني كله كان بيكلم على فكرة أنه يتمنى أنه ما يقعش في طريق نادي الأهلي في الأدور الأفريقية في دور الأبطال طبعا لأن نادي الأهلي لو مشي في السكة بتاعته وحط رجله على أول الطريق لا يخوف طبعا يخوف أي فرقة وبعدين لو جينا بالنسبة لنادي الرجاء والنادي الأهلي أداءهم ونتيجهم في دور المجموعات الرجاء من أحسن الفرقة العالمة كاملة اللي عملت نتيجة 16 نقطة أعتقد من 18 في دور المجموعات أكتر فرقة جابت جوان أقل فرقة جي فيها أهداف عكس النادي الأهلي كان فيه شوية التعصر بذلك مرات الهلال السوداني اللي خسرناها هناك ولكن دي مرحلة وعدت انت جيت الفرقة اللي عاملة في دور المجموعات أحسن نتائج أكتر جوان ما خسرتش كذب أنا كل ما تشات قدام النادي الأهلي المخيف الوحش الأفريقي لا بيبقى فيه فرق فرق في الخبرة فرق في السقة فرق في تعود اللعيبة ومن تاريخ النادي الأهلي على مر العصور إزاي أنت السقة اللي عندك بيجيلك من كم البطولات اللي أنت خدتها من قبل كده وهو ده الفرق بين النادي الأهلي وأي فرق وحتى كنت عشان كده يخوف أي فرق كنت بقول في أول حلقة يعني مش هكلم على الأهلي وتاريخه وبطولاته وأجياله هكلم على الجيل ده الجيل ده نفسه نفس اللعيبة نفس التيم ده عدى كل الفرق اللي موجودة معه في المربع ده يعني أنت في في الثلاث نهائيات الأخيرة الثلاث نسخ الأخيرة من بطولة دولي الأبطال تجاوزت الوداد وتجاوزت الرجاء وتجاوزت الترجي وتجاوزت سانداونز وتجاوزت معهم في الطريق كده الزمالك وتجاوزت معهم كايزر شيبز يعني اللعيبة دي وجهت كل فرق وجهت كبار أفريقيا واستطاعت أنها تتجاوز اللي عايز يعرف الفرق ما بين لعبة النادي الأهلي على مدار العصور وأي لعيبة تانية على مستوى الأفريقي أو المستوى المحلي شوف وشوش اللعيبة قبل بمتلعب الماتش يعني لما بتيجي الكاميرا على لعبة الفرقتين وشوشهم قبل بداية اللقاء شوف وشوش لعبة النادي الأهلي مدى السقة اللي فيها عاديين مش متوترين وشوف اللعيبة وشوش اللعيبة بتاع الشرق التانية تيشيرت بديدي سقة والجمهور بدي سقة وكم البطولات على مدار تاريخ النادي الأهلي بتدي تقلو سقة فاللعيب نازل واثق من نفسه واثق في جماهيره واثق في إقدارته واثق في إمكانياته كل الكلام ده بيفرق مش تقليلا مش تقليلا والله من الأندية الأخرى لا خالص لكن يعني بالنسبة لي بيبقى أعلم تستفهام لأنه ما فيش نفس النوع الضغوط يعني نادي بيرامدس نادي فيوتشر وهم تجربتين بالمناسبة على مستوى الكرة أعتقد أنهم إلى حد كبير أضافوا للمسابقات المحلية وفي ناس بتشوف مثلا فريق زي بيرامدس على أنه أفضل سكوات في مصر وفي ناس بتشوف فريق فيوتشر على أنه تجربة واحدة جدا وانا بشوف أنهم عاملوا يعني إضافة للكرة في مصر لكن في النهاية لما بشوف مستوى الإخفاق الإفريقي بالنسبة لي علامة استفهام رغم أنه ما فيش حجم الإجهاد والمجهود المبزول زي مثلا فريقة النادي الأهلي ولا فيه حجم الضغط الكبير جدا اللي موجود على اللعبة زي موجود على لعبة النادي الأهلي خروج فيوتشر خروج الزمالك خروج بيرامدس من البطولات الأفريقية يعني يعني خلينا بالأخص بالنسبة لبيرامدس وفيوتشر بالنسبة لي منطقي أنه هم حيبقى صعب عليهم جدا الوصول أنه هم ياخدوا بطول أفريقيا ومش أفريقيا مفيش العامل الأساسي اللي هو الجمهور الجمهور غير موجود الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد لأي فريق هو السند ليج للعيبة اللي جواه الملعب اللعيبة بتاع البيرامدس وفيوتشر بيلعبها وكنهم أنا بقول لكنهم متعريين مفيش جمهور في ظهرهم مفيش جمهور يديهم دفع يأذرهم يشجحهم وهي دي طبعا مشكلة كبيرة جدا كمان بارح تفرجنا على بيرامدس أنا تفرجت فرقة اللعبة بيرامدس على فكرة مش فرقة مش وحشة فرقة اللي هي بطل بتاعت جنوب أفريقيا حاش أسمع عنها محدش يسمع عنها لا أنا بتكلم على الأداء مش السمع محدش يسمع لكن الأداء أنا شفت المباراة الأولى لا فرقة كورة كويسة بيلعبوا كورة على الأرض بيتحركوا فيه سيستم في اللعبة بس مش على سكيل في النهاية مش على سكيل سانداونز مش على سكيل الوداد مش على سكيل ترجي أقل طبعا ولكن أنا كنت عارف أنهم هيتطلعوا بيرامدس من بعد أنت كنت عارف كبير طبعا أنا شفت وقست الاتنين وبعدين فرقة بيرامدس في غياب عبدالله السعيد بيفتقدوا كتير جدا تقريبا 60% من الأداء لأن عبدالله هو اللي بيعرف يلعب الناس اللعيبة اللي موجودة زائد افتقارهم للجمهور اللعيبة بتلعب وبعدين فيه نقطة مهمة جدا مش هيحسها غير لعيب الكورة اللي بيكون لعب في نادي جماهيري معظم اللعيبة اللي في بيرامدس كانت في النادي الأهلي ممكن كانت في الزمالك صفة فتحي علي جب لعبه مع جماهير اتعوده على صوت الجماهير سواء في التدريبات سواء في المباريات لما بيتحط في جو الهدوء دون ومفيش حد بيتفرج عليه قريدي بينزل 60-70% من مستوى الدافع مش موجود الطموح مش موجود لأن الطموح بيبع عند اللعب مي اللي بيدي له الطموح نمر واحد الجماهير اللي وراه اللي بتحسبه وبتشجعه ولما بيقى كويس بتوفعه السماء لما بقى مش كويس بيحاولوا أنهم يأنبوه شوية فطبعا بالنسبة البرامدس وفيوتشر عدم وجود جماهير تساند هذه الفرق حيبقوا تقريبا في المرحلة اللي هم بيلعبوا فيها مش هقدروا يتقبطوا صحيح نروح للسوبر المصري المنتظر يعني إذا ما أكل لنا عمره إن شاء الله وشوفنا مطش السوبر يوم الجمعة الجاية بين أهلي وزمالك شايف المباراة زي وشايف المقدمات فوز الأهلي على الرجاء ووصوله للدور ربع نصف النهائي في دوري أبطال خروج الزمالك من دور المجموعات ده قريا محليا الأهلي بطل سوبر بطل كاس متصدر الدوري فرق كبير جدا عن أقرب منافسين شايف أنه كل دي حاجات ممكن تنعكس على مستوى المباراة على نتيجة المباراة مقدمات لمطش السوبر ولا زي ما بنقول طول عمرنا مطش الأهلي وزمالك قصة لوحدها ملاش علاقة بالظروف المحيطة لي أو بال يعني النتائج المرتبطة بالمسابقات في نفس التوئيد لا هو طبعا زي ما أنت قلت مباراة النادي الأهلي وزمالك على مدار برضو التاريخ لا ما بيبقاش لها تكهنات أو توقعات قبلها ولكن بيبقى في معايير قبليها بتدي ثقة وبتدي تقلل لأي فرقة من ناحية النتائج والعروض اللي قبل المباراة يعني نادي الأهلي ماشي بشكل كويس جدا متصدر للدوري وبإذن الله تعالى بإذن الله البطولة هترجع لنا وحتبقى الدوري العام هيبقى بتاعنا عامل نتائج كويسة جدا عامل نستوى نحسب اللقب بدري بإذن الله هجيلك في الدوري وكسة عندنا في يوم مطبين صعبين بس خلينا نكمل أول سوبر فكل المعطيات اللي قبل المباراة لا بترجح كافة النادي الأهلي النادي الأهلي مستوى فنيا على المستوى الفردي والجماعي أحسن كتير جدا يمكن على النحة التانية نادزة مالك عندهم مشاكل كتيرة جدا عندهم مطبات كل شوية بيتعطلوا سواء في الدوري سواء خروجهم من أفريقيا الثقة مش موجودة عندهم احنا الحمد لله الثقة عندنا بشكل كبير جدا أتمنى أتمنى أن كل الحاجات اللي تدينا تقل والنتائج كويسة سواء على المستوى الدوري أو المستوى الأفريقي ننساها ونركز في التسعين دي اللي هنلعبه من دامنات زمانية لأن برضو الماتشات دي ملهاش أي معايير وأهم حاجة بإذن الله يكون التوفيق في هذا اليوم مع لعبتنا ومعنا يمكن الحزبة الوحيدة اللي ممكن تحط لها اعتبارة فكرة الدوافع في النهاية الزمالك تقريبا تقريبا خرج من المسم ده خلي الوفاة يعني يعني ما فيش عنده فرصة غير أنه حقق لقب شرفي زي لقب السوبر يقول أنا المسم ده طلعت بحاجة على عكس من لعبتنا عندها معها معها قريدي كاس مصر معها سوبر المسم اللي فات معها فرص في دولي الأبطال معها قريبة جدا من حسب لقب الدولي ومع وجود جهاز فني جديد أنا طبعا ما قدرتش أحدد قدراته أو إمكانياته لذلك دلوقتي أو بصماته مع الفريق لكن كلها ممكن تصب في مصلحة وجود دوافع قوية جدا عند العبتنادي الزمالك مع وجود قيادة فنية جديدة هم عندهم دافع واحد بس هم عندهم بطولة ممكن ياخدوها في ماتش يعني هيلعبوا ماتش واحد ممكن ياخدوا بطولة يعني يمحوا بيها اللي حصل معهم في الفترات السابقة ولكن احنا بالنسبة لنا لقى الدوافع موجودة وأكتر لأن احنا البطولات اللي بناخدها بننساها خلاص بنقفل صفحة ودايما بنبص في أي بطولة بنلعب فيها سواء النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي إزاي ناخدها فالدافع نفس الدافع اللي عن النادي الزمالك إنه هم ممكن البطولة دي تمحوا كل المشاكل اللي حصلت لهم من قبل كده لأ احنا دوافعنا عايزين نسينا اللي فات عايزين السوبر وبعد السوبر هنفكر في أفريقيا هو ده النادي الأهلي وهي دي لعبة النادي شايف الطريقة والتشكيل اختيار العناصر ميستر كولر في الموباريات الأخيرة ممكن تضيج جايد كده إزاي ممكن يفكر خصوصا طبعا النهاردة ما نقدرش نقول إنه تقنى ميستر كولر خد خبرة كبيرة جدا سواء في المنافسين الأساسيين لنا في مصر أو حتى على مستوى بطولة أفريقيا خد لقاءات صعبة خد مطشات بره وجوه شايف بصماته شايف اسلوبه شايف طريقته في التدوير لكي بتحصل مرهنة على تغيير مراكز بعض اللاعبين مصول الأهلي لمرحلة النوت جمع ميستر كولر إزاي لا هو بصراحة لغاية دلوقتي هو ناجح يعني ما أديله 100% 100% 10 على 10 طبعا 10 على 10 من ناحية المستوى الفردي والمستوى الجماعي بالنسبة للفرقة في النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية النتائج على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي والبطولات اللي أخذناها طبعا هو نجح 10 على 10 زي ما قلنا النقطة التانية طبعا بصمته واضحة جدا تحسن الأداء الفردي لمعظم اللعيبة أنه هم في حالة فردية كويسة ده ببرده بينتج عن شغله وعن كم التدريبات اللي هو بيشتغلها والواجبات اللي بيخصصها لكل لعب الواجبات جديدة أضفها للعيبة ما كناش بنشوفها على سبيل المسال مثلا حمدي فتحي حمدي فتحي كان لعيب وسط ملعب مدافع يمكن ما كناش بنشوفه بتقدم كتير لا الإناب يتقدم وبيحرز أهداف وبيكمل مع المهاجمين هو ده التطوير الفردي بالنسبة للعيبة فبصماته واضحة هو حفظ اللعيبة وحفظ الفرقة حتى حفظ على المستوى الأفريقي الأداء بالنسبة للفرق التانية لأنه هو بيتابع سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي بيتابع بشكل كويس فهو وقف دلوقتي على أرض صلبة سخط الجماهير النادل الأهلي الحمد لله مديهاله بشكل كبير جدا عشان هو ناجح وعمل نتائج كويسة وعروض كويسة وبطولات كويسة نتمنى بإذن الله يوم الجمعة يكون التوفيق معه ومع لعبتنا نقدر أن احنا نضم بطولة جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي أفضل طريقة لعب بها مارسل كولر 4-3-3 يعني بتشوف الأهلي أفضل مع مارسل كولر في 4-3-3 أو 4-2-3-1 هو بيحب 4-3-3 يعني مستر كولر وده حقه طبعا هو المسؤول عن الفرقة وهو المدير الفني وده رأيه اللي احنا دايما بنمشي وراءه هو بيحب بيفضل طريقة 4-3-3 على أكبر رياع كيل ما بيغيرهاش ومش هغيرها الماتش اللي جاي توقعاتي يعني هيلعب بنفس الإسلوب بنفس وتوقع أنه نفس الطريقة ونفس التشكيل نفس الطريقة ونفس التشكيل هو يكون بيبتدي محشوز لأنه مهم جدا كيفية التعامل مع ابطولة هتحسن من خلال مباراة واحدة إزاي تمشي المباراة 90 دقيقة زي ما أنت عايز إزاي ما يعني الدنيا ما تيرابش منك فأنا أنا من يعني توقعي أنه هو هيبتدي بنفس الطريقة وبنفس اللعيبة اللي كذبت وعدت كذبت فرقة الرواق شايف الزماء عايز تقول حاجة لأن برضو المدربين الأجانب دايما هم فيهم ما بيغيروش كتير اللي بيكسب به بيلعب به الموقف الأصعب للجهاز الفني الجديد بالنسبة للزمالك دخل على مباراة مباراة بطولة مباراة جماهلية في معاجة الأهلي ممكن يبقى أوراقه ما قدرش يحط إيده لسه على مواطن القوة مواطن الضعف آه طبعا يعني موقف صعب موقف صعب بالنسبة للجهاز الفني بتاع الزمالك المدرب الجديد ولسه ما تعودش على الأجواء في ماتش جماهيري بقى فيه جماهير ملعب مليان وجمهور للناد الأهلي وجمهور للناد الزمالك والضغط النفسي اللي حيكون على المباراة سواء ليه هو أول اللعيبة الإمكانيات الفنية القماشة بتاعت العيب للناد الزمالك اللي تحت إيده لسه ممكن ما يكونش عرفها كويس ممكن ما قايمش اللعيبة بشكل كويس فطبعا ضغوطات عليهم هتبقى بشكل كبير يعني هسألك على اللعيبة المهارية في الأهلي يعني اللعيبة اللي الجمهور يحب يشوفها في الملعب طبعا كل لعيبة الأهلي نجوم وكل واحد يعني بتقدرش تنكر إنه عبد المنعم أو الشناوي أو متولي أو معلول أو ديانج أو حمدي أو السلي مش عايزة نسحد أو مروان عطية كلهم الحقيقة نجوم كبار جد لكن أنا هنا الكلام على اللعيبة اللي بيبقى عندها اللمسة اللي الجمهور بيحب يشوفها لعيبة لعيبة زي عبدالقادر لعيبة زي أفشة لعيبة زي خندوسي لعيبة زي كريستو مثلا اللعيبة دي الجمهور حابب يشوفها في الملعب كابتن خالد شايف إيه يعني إيه العقب أبنها إن هما يكون أو إيه المطلوب منهم عشان يكونوا موجودين بشكل يمكن أكترهم عبدالقادر كان ليه دور لغاية مع يعني هو موجود يعني في معظم وموجود كان موجود في معطش الفات لكن أقصد أقول المساحة الأكبر المساحة الأكتر يعني كندوسي مثلا على المستفهام بالنسبة للجمهور عليهم بشكل كبير جدا لعيب القرى هو اللي بيفرض نفسه في المكانة اللي حط نفسه فيها سواء ألعب كلعيب أساسي سواء أن أنا بكمل ما بطلعش من الملعب سواء أن أنا كون لعيب احتياطي بقى على حسب مقدار العطاء اللي بيدي اللاعب من خلال التدريبات وأي مدير فني عايز اللاعب أحسن ناس أجهز ناس بدنيا وفنيا فهو بيختار دايما من وجهة نظره الناس اللي هي وقفة بشكل كويس ما عنديه الشك يعني بالتأكيد وهو أكتر حد قدر على أنه يقيم في اللحظة دي وفي الوقت ده وفي الموجهة دي والخصم ده مين الأنسب من وجهة نظره أنا بتكلم على يعني يعني لعيبة استنيننا أن هما يكونوا إضافة والحقيقة كانت مقدماتهم بتقول أنه هما أكيد إضافة إمكانياتهم لعيب زي أحمد قندوسي مثلا لما جه لعيب زي عبدالقادر ما أعتقدش أنه فيه اتنين في مصر يختلفوا على إمكانياته حتى كريستو رغم أنه ولد صغير لكن لما شفناه وتفرجنا عليه وهو في تونس وشفناه مع منتخب تونس بالمناسبة أنا كنت فاجع على مطشط تونس هنا هو ما مشاركش في الأول لعيب كورة لعيب كورة محترم يعني فدايما الجمهور بيقى نفسه يشوف الكواليتي ده في المرعب الجمهور حيشوف ولكن اختيار الوقت حيختار الوقت المناسب إزاي يشرك لأنه فعلا زي ما أنت قلت كل اللعيبة دي على مستوى عالي جدا جدا وما يفرقوش عن أي حد بيلعب يعني مثل لعيبة النادي الأهلي الوقتي وميزة فرقة الأهلي أن كل اللعيبة المستوى الفني متقارب يمكن ما بيفرقش غير حاجات بسيطة جدا وأكبر دليل على كده أن مستر كولر ابتدى من فترة بيعمل الروتيشن بشكل كويس جدا فهو الحاجة اللي ما تقلقش والطم من اللعيبة أنه كلهم حيلعبوا أن الراجل مقتنع أنه هو لازم يعمل الروتيشن نادي الأهلي بمشترك في أكتر من بطولة لا ده مش بس كده يعني مناسبة الروتيشن إحنا إن شاء الله بإذن الله فهنلعب خمسة واثناشر وتسعتاشر يعني منتكلم في خلال في ظرف الأسبوعين هتلعب تلات مطشاط يمكن يكونوا من أهم أربع خمس مطشاط في الموسم كل خمسة هتلعب سوبر مصري مع الزمالك تسعة هتلعب اتناشر هتلعب مع الترجي زهاب في تونس وطبعا مطش الزمالك في أبوظابي في الإمارات فأنت عندك خمسة أبوظابي سوبر اتناشر ترجي تونس ثم عودة هنا تسعتاشر مع الترجي التونسي المباراة إن شاء الله لتكون بوابة العبور للمباراة النهائية أو المواجهة النهائية في دولة الأبطال بالتالي تلات مطشاط مهمة وبطلطين مهمين جدا بالنسبة للجمهور وظل ضغط وقت صعب شوية هتفكر فيها إزاي وفكرة الروتيشن وفكرة هل ممكن يبقى في تباديل وتوافير من مواجهة نظرك في التلات مباراة دول تلات مباراة زي ما أنت قلت ببطلطين هيبقى صعب جدا هيبقى صعب الروتيشن بيتعامل ليه وقت إن هو يتعامل لكن مش في مطشاط زي لا مش في مطشاط بتاعة بطلط مش هينفع عجيب لعيب مثلا يكون بعيد شوية عن اللعب ونزله في مطش فيه بطولة وبطلبه إن أنا عايز يقديلي بشكل كويس لا الروتيشن زي الشطارة إن أنا لماي كمدير فن يعمل روتيشن إمتى أعمل روتيشن الوقت اللي هعمل فيه الروتيشن إن أنا أشيل حد بيكون بيلعب باستمرار والدنيا ماشية كويس وأحط بديل مكانه لازم تكون الفرقة عاملة نتيجة كويسة بحيث إن أنا لما نازل اللعيب اللي هو كان بعيد ده شوية يبقى نازل مستراح بعيد عن أي ضغوط أبعده عن أي ضغوط أحطه تحتيها يعني أنا بس في حاجة عشان قابل منساها تحط وفي حاجة اللي أنا حقوله ده ما حدش أتكلم عليه ما شفتهش حتى في أي ستوديو تحليلي الهدف اللي جابه محمد عبد منعم بدماغه في مباراة الرجاء الهدف الأولاني الهدف الأولاني ده يتدرس الهدف الأولاني تاع محمد عبد منعم ده يتدرس السيطة معلول وتسكيل الأوفر من علي معلول وبعدين الأوفر برضو مش أوفر طبيعي كوة راحة لعلي معلول عمل البند الأول وعلي معلول عمل الأوفر والكرة عالية عن الأرض دي مش أي حد يعرف يعمل الأوفر ده كده في الحتة دي فيها سنس رهيب الحتة التانية بقى بتاعت محمد عم منعم محمد عم منعم وشه للكورة والعلي معلول والمدرجات والجون هنا وضع طبيعي في هذا الوضع لا اي لعيب لا احسن لعيبة حتى على مستوى العالم هتلعب بدمخة ان انا هطلع كده ولازم اعمل رائبتي كده عشان كورة تروح هنا محمد عم منعم ما عملش كده محمد عم منعم خد الكورة من التلت الأخراني انا بقولك يعني الجون ده محمد عم منعم ما عملش دماغه وكده لما يتشاف الجون مرة واثنين وثلاثة وعشرة المفروض الكورة جالي كده عشان اجيبها في الجون هنا لازم اعمل كده وضع طبيعي محمد عم منعم ما عملش كده كورة جاية خد الكورة كورة لو من هنا خد الكورة من التلت ده بحيث ان الكورة هي تلف نفسيها ومحمد وشه كده ودماغه كده فعشان كده الوضع ده كوضع تشريح حتى بالنسبة لجسمه مش صح مش مظبوط لان انا الكورة جاية لي لو عايز احطها بدماغي هنا لازم الكورة جاية ام لعبها ولعبها منحياتي او برجري كده اعملها كده هو هيدر متميز هو مسجل في الرجاء السنة اللي فاتت في ملعب الرجاء نفسه ده مش متميز ده اكتر من رائع لان الوضع بتاع جسمه مش مناسب ان الكورة تتلعب وتيجي في الحتة دي هو الكورة عشان تيجي في الحتة دي اللي لازم يحرك رائعبته هو ما عملش ما حركش رائعبته هو فضل وشه كده كورة جاية خدها من التلت اللي هنا هو بحيث كورة لفت حتى لما كورة لفت لما راحت ما راحتش في الزاوية جنب القائم راحة تقريبا في تلت الجورة لان ما كانش ينفع ان هي تروح ابعد من كده لان هو لو حرك رائعبته اه كان ممكن تروح انما هو وشه هنا هو وهي دي الصعوبة فما بقى لك بقى لو كورة ملعوا باله ووضع جسمه مصبوط فطبعا هو هيدنج مش ما يعني بقولك فوق العش على عشر هو عموما ميستر كولر واضح انه كمان بقى بيلجأ على يعني لتوزيع الادوار الهجومية على كل الاسكواد مش بس على خط الهجوم يعني في ماتش الرجاء اللي فده اللي مسجل عبد المنعم وحمدي فتح وفي مناسبات كتيرة جدا حمدي على فكرة يعني تحس انه بقى شهدو سترايكر اكتر منه لعب دايرة اوقات كتير جدا بيكمل واوقات كتير جدا بيصنع واوقات كتير جدا بيسجل فواضح لكمان دي واحد يعني جزء من طريق التفكير واسلوب ميستر كولر نفسه ما هو ده التطوير في اداء اللعيب يعني حمدي فتحي في المناطق اللي بيخش فيها ما كناش بنشوف فيها من قبل ما ايجي يقولك ما كناش بنشوفه بيخش جوة 18 ده واخد السروم اولا شائق من نص الملعب لجوة بين السردبكين واخدوا القورة وبعدين شائطها ايه برجله الشمال وهيه عاملة هفولي دي برضو يعني صعب جدا يعني تنم ان عنده مهارة مش راجل يعني مصنوع لا عنده مهارة وجون الاولاني محمد عمانعم طب محمد عمانعم ده بيلعب مساك ايه اللي جابه في الحتة دي ما نقف برضو يعني لازم نقول ايه اللي جابه في الحتة دي وهو بيلعب مساك ممكن كانت كرة سابتة قبليها او حق لا ده فيه واجبات وهو ده التطور في اداء اللعيبة وده اللي أنا بطلوبه مما روان عطي ما تقفش محلك سر لا لازم نشوفك بتشوت ع الجون لازم بنشوفك الاداء الدفاع اللي انت بتقوم بيه ده عشرة العشرة ولكن نحط شوية حتة زيادة حتة اوفر ان انت ازاي بتسدد على المرمة ازاي فبعض الاحيان لو فيه واحد فندر جنبي ازاي هو يستنى ان اروح لانه هو ده التطور هو واحد ده بيبقى دايما كل كوتش كل هيت كوتش بيبقى بيبقى محدد ادوار للعيب بتاعه طبعا انت ممكن تتكلمنا عن ده محدد له مساحات للتحرك مساحات للتخطية على لعابين معينين لكن بيبقى لكل لعب ومعرفش دي مدارس بقى حالك ممكن تتكلمنا عنها كل لعب بيبقى ليه فيه مساحة كده بتاعته اكتر للابداع يعني بعيدا عن الدور اللي مرسوم ليه من الموديل فني هو شخصية وفي الملعب هو فكره اللي برا السندوق ممكن يسمح له بانه يقدم يعني دور اضافي غير اللي مرسوم لي في بعض الاحيان مرتبطة بالمركز ولا مرتبطة بشخصية اللاعب لا مرتبطة بالمركز واللي بيلعب جنبي يعني لما كنت بقولك ان هو السنة يروح يبقى بيوقف اللي جنبه اللعيب زميل والديفندر يقف مكانه المهم واحد يكون موجود في الحتة دي هي دي الخطوط العريضة اللي بيحطها الموديل الفني انما ممكن اروح في مرة اي واشتغل ويبقى ما فيهاش مشكلة زي ما حمدي فتحي اللقطة هو حمدي فتحي بيعمل ايه ما هو بتقدم مش كل مرة برضو مستر كولر اكيد مديله التعليمات دي برضو بتلاقيه بيعملها في الاوقات اللي بيلاقي نفسه ان هو يقدر يعمل كده فدي برضو لعيب الكرة بيبقى عليه مسئولية كبيرة ان انا ازاي اطور من نفسي شوية مفضلش محلك سر بنفس الاداء لا ازاي ادي حتة السنة زيادة ابتكرها من عندي طالما مش هتضر بمصلحة الفرقة طيب خليني اكلمك على حاجة من الموازات كولر بس قبل ما اكلمك عنها عايز افهم الطريقة والاسلوب اللي بيخلي مدير فني يقول للعيب انا هوزفك في المركز ده اي لعيب بيلعب كرة بيبقى بيلعب ممكن يلعب في كل حتة يعني ممكن يلعب في نصف ملعب ممكن يلعب حبيب يلعب مهاجم لكن يروح مع مدير فني يعني يروح مع فريق يقول له والله لأ انت مدفعش رأس حربة انت مساك عبد المنعم بالمناسبة اعتقد حقيق حقيق يا كابتن مهر اللي قالولي المعلوم انه اساسا كان مهاجم بقى واحد النهاردة من افضل المدافعين في مصر مع مستر كولر نفسه كريم فؤاد قبل انتمنى له السلامة طبعا ويرجع لنا بسرعة قبل مايرجع كان بيلعب باك يمين باك شمال توظف جناح يمين ونجح مع مستر مارسل كولر الكهرباء من بعيد جه رغم انه بقاله فترة طويلة وما بيلعبش وتوظف رأس حربة وكان فعال واختيار نجح جد مين اللي بيختار مراكز اللعيبة وبنان على ايه اللعيب بيبقى عارف انه هو مركزه مساك مثلا ممكن نيدي مدير فان يعني معلش هرجع اكرم توفيق لما كان لعيب دايرة كان لعيب ارتكاز مثل البيتسو المسلميني لما وظفه باك يمين بقى نمر واحد منتخب مصر عمر كامل عبدالواحد لما كان بيلعب جناح يمين وتوظف برضه على انه باك يمين بقى ورده واحد من انجح الباكات اليمين في مصر فهي الفكرة في العين اللي بتشوف وبتختار المركز نفسه المدير الفني المدرب عينه ما اخد بالك لو اتكلمنا على حتة التدريب تدريب قولنا موهبة موهبة يعني ايه الحاجات النقط اللي انت المهمة جدا اللي انت بتقولها دي احمد مش هيشوفها اي مدير فني انما اللي بيغير في مراكز اللعيبة وينجح ما انا ممكن اغير وحط اللعيب في مكان غلط هي مش قصة كده وده مدرب او مدير فني عنده الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت في مراكز جهوه الملعب مرتبطة ببعط بمعنى ايه المساك طب لو المساك انا مسكت فرقة وشايف ان المساك دوا ممكن اوظفه في حتة تانية هوظفه فين ممكن اوظفه في نصف الملعب وهو حركته ما فيهاش بطء وعنده كورة وعنده كورة بيعرف يستلم اوظف في نصف الملعب كلعب وسط مدافع الماشي الباكرirit ممكن يبقى جناح ممكن استفيد به العبوباكريت ايه ليه لان نفس المميزات اللي في المركز ده بيتطلبها المركز ده فممكن يلعب فيها هنا وهنا فهي دي مشتحة لعب باكي مين ولعب جناح يمين كريم فؤاد لعب باكي مين ولعب جناح يمين هتلاقي هي كده جناح ممكن او جناح مركات لعب باكي مين وجناح يمين او نحية الشمال اللي بيلعب قدام جناح ممكن يلعب وراء وساعات فيه فرق كتيرة جداً بيبقى عندها اتنين باكين ليفت كويسين يلعب واحد وراء فيه مدرين فنين يلعب واحد كباك ليفت وواحد جناح قدام وأعتقد ميستر كولر مرة لعب طير معلول ونزل وراء رقفة خليل أعتقد يعني محمد أشرف بالزبط فدي برضو فكرة من الأفكار بس إزاي أنت لما بتعملها طب ما تبص كده كابتن خلد على الفرقة شايف مين من نجوم النادي الأهلي ممكن لو تم توظيفه في مركز ثاني يبقى يعني تبقى نقلة نكحة بالنسبة له لو تم توظيفه لو تم توظيفه في مركز غير اللي هو بيلعب فيه يعمل حاجة مختلفة تماماً أحمد عبدالقادر مثلاً أحمد عبدالقادر لإما يلعب في مكانه ناحية الشمال أو يلعب تحت رأس الحرب كلعيب حر مهاجم يعني كلعيب اللي هو فيه رأس حربة وهو يلعب تحته وتدي له حرية في التحرك عرضياً بقى الشمال اليمين قدام لعب حرية آه حيبقى في منطقة الخطورة على فكرة بالنسبة لأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالقادر ومحمد عبدالقادر أنا كنت نائب قطاع الناشئين 2017 هم موليد تسعة وتسعين فهم يعني أنا عارفهم من وهم صغيرين وهم وعدين من وهم صغيرين يمكن كان عندهم شوية مشاكل كنت أنا بحاول أعليجها بس مش فنية يعني مشاكل تانية شوية تمام ولكن وعدين فأحمد عبدالقادر في منطقة الخطورة لو لقى بتحت رأس الحرب في منطقة الخطورة يمكن أكتر من نحت الشمال وتدي له حرية في الحرك هتقول له خلاص انت تحت رأس الحربة عايز تروح نحت الشمال عايز تروح نحت اليمين عايز تكمل رأس حربة تاني لو وديته الحرية في الحتة دي هيبقى في منطقة الخطورة أحمد عبدالقادر في مركزه نمرة كام في مصر في مركزه نمرة كام في مصر نحت الشمال نمرة واحد نمرة واحد وإيه اللي نقصه يبقى نمرة واحد سوبر اللي نقصه نمرة واحد سوبر إزاي القرار بتاع التصاق هو هيعمليه في القرى مش لما تجيله قبل ما تجيله يعني قبل ما تجيله أنا بقول لنفسي يكون الوحيد القرار هتجيلي عشان أمشي عشان حفوت عشان أعمل بالعرض ده قرارات كلها مترتبة وبعملها مش ما تبقاش لحظية القرار يعني القرار إزاي قراراتي تبقى معروفة وأنا بنظامها لنفسي بحيث أن أعملها على طول مش بعد ما تجيله القرى أفكر أن أعمل إيه قندوسي قندوسي لسه محتاج شوية وقت توظفه فين لو عايزت يعني أنت شفت شفت تفرجت عليه اتفرجت سوى ملعبش كتير يعني قندوسي ملعبش كتير عنده قرى عنده قرى عنده قرى عنده قرى هو بيلعب تحت رأس الحربة من تلاتة تحت رأس الحربة في النص شايف أنه هو مكانه كده مكانه كده أفشح لا نفس المكان اللي بيلعب فيه لا ما يتغيرش لا ما يتغيرش ما فيش ما ينفعش يعملوش محمد شريف رأس حربه رأس حرب وممكن يلعب على طرف من الإطراف بس مش هيكون بنفس الخطورة ونفس التأثير وهو رأس حرب زي ما يلعب رأس حرب السلسية اللي مهم أنا في ماتشات كتيرة جداً كواحد من الجمهور لما بتفرج وواحد شغلتي فني أتمنى أن أشوف كهرباء على الطرف ومحمد شريف رأس حربه يعني أنا كنت إذا سأسألك على سلسية بيرسيتا والشحات كهرباء تقييمك لها إيه؟ هاي لا بس كهرباء أساساً مش رأس حربة ما أنا عارف تماماً الإحساس بالمكان لما بيكون مكاني بالذات في الرأس الحربة مهم جداً وبيبان في الماتشات الجمهور بس هو شريف شريف أساساً مش رأس حربة برضو يا كابتن خالد من إمتى؟ مش شفتش من رأس حربة شريف كان بيلعب سيبك من الأديم أنا بكلم على الأديم لا أتكلم على الأديم لا لا ليش دعوا بالأديم أنا بكلم على النادي الأهلي لا رأس حربة ورأس حربة مؤثر خلي بالك محمد شريف عنده حاجات كويسة جد جداً يعني ممكن تطلع منه حاجات كويسة جداً 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 أنا أتمنى أرس أنت لما يكون عندك بير سي تاو وعندك محمد شريف وعندك كهرباء وعندك حسين الشحات وعندك أحمد عبدالآدر وطهر محمد طهر خلي طهر دلوقتي عشان طهر يمكن بعيد شوية وخلى نفسه بعيد شوية في الفترة الأخرانية لأي الخمسة دول لما بتلعب منهم ثلاثة أو أربعة طيب أنت عندك حرية اختيار بشكل كبير جداً وهو ده وهو ده اللي ممكن لأن كلهم زي بعض يعني كلهم كويسين جداً وزي بعض في يوم ما هتشيل واحد وتلعب واحد مش هيبقى فيه مشكلة ولا الفريق حيتأثر بحاجة بالعكس ده هو ده الخمسة دول لازم يتعمل معهم روتيشن بشكل كويس جداً لأنه مش هيأثر على الفرقة في حدود واحد يعني أنت كل ماتش أنت بتلعب أربعة رأس حربة وتحتيه ثلاثة لما أغير في واحد واحد ألعبه واحد يستريح ماتش اللي بعديه أريح واحد حسب حالته الفنية ولو فيه إجهاد ولعب واحد أنت عندك خمسة كويسين جداً جداً في القط الأمام وهو يخلي بالك هو ده اللي بدينا تقل في النواحة الهبومية طيب إحنا كلمنا على المستوى الفندي كلمك بقى على مستوى الدويتوهات بس قبل ما نشوف أنجح دويتوهات من وجهة نصر كابتن خالد جدالله خليني نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا معاه في السادسة هي صحيح يعني لعبة جماعية لكن في النهاية في مراكز يتحتم عليها يكون فيه بين اللعيبة فيها نوع من التفاهم عشان يكونوا أو يكملوا بعض أو يكونوا دويتو ناجح زي ما بيقولوا كده بلغة الفن والمغنيين يعني دويتو ده في مراكز كتير جداً يعني قلباء الدفاع لازم مستوى الانسجاب بينهم يكونوا علاقة على مستوى اللعيبة اللي بتابع نفس الخط الباك اليمين والجناح اليمين الباك الشمال والجناح الشمال صانع العلعاب راس الحربة الجناحين معروس الحربة كل التوليفات والتركيبات دي التفاهم والتجنس بينهم يساهم بشكل كبير جداً في نجاحهم وفعاليتهم زي ما اتكلمنا فردي عايزة أكلمك في الدويتوهات وأبتدي معاك محط الدفاع أنجح سنائي أفضل دويتو في قلبي دفاع النادي الأهلي من وجهة نظر كابتر خالد في الموسم ده مع مستر كولر محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم على فكرة ياسر مطش الرجاء اللي هناك طبعا هنا له السلام عمل مطش كبير جداً جداً هو ياسر الحقيقة الروح عنده ما شاء الله يبعد ويرجع تحس أنه ما كانتش مرة تشكيل وبالنسبة المركز الاتنين المساكين أنا بقيم المساكين يعني أكتر حاجة تقدر تقيم بها المساك طبعا مميزات لازم يكون عنده سريع ما بيترقص بيلعب بالماغه كويس الجمب بتاعه كويس بيغطي كويس غلس 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 ولكن المعيار اللي ما حدش برضو بياخد باله منه أنا بتفرج على المساكين فأي كرة بالعرض أي كرة بتتلعب عليك بالعرض عايز تقول مساك ده كويس بنسبة عشة من عشرة أو تمانية من عشرة أو ستة من عشرة شوفوا بيعمل إيه وكرة بتلعب بالعرض إزاي برقب رأس الحربة في المكان اللي هو فيه وإزاي بيبقى واقف مظبوط وإزاي شايف الكرة بلغة الكرة ما بيتسرقش يعني ما حدش يعاف يسرق فهما اللي اتنين كل على فكرة كل المساكين اللي عندنا رامي ربيعة وياسر ومحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم سوري كلهم فيهم الحتة دي الأربع يعني كان في أول موسم أو بدايات كلها كان كلام كله على فكرة إنه الأهلي محتاج مدافع لكن النهاردة حتى يسر قبل إصابته ورامي ربيعة قبل إصابته مع متولي ومع عبدالمنعم في كل المناسبات اللي ظهروا فيها أعتقد يعني أقنعه بصراحة ما تقدرش تمسك على حد فيهم إنه مستوى تراجع بالعكس يعني ربيعة لما ظهر كان على كان قد مستوى تأكتر من رائعة منعم مستوى ثابت متولي هو موجود أو ياسر هو موجود درجتنا كنت دايما في حيرة مين يلعب أو مين يبدأ أساسي أنت اخترت منعم وياسر على الرغم أن يمكن كلر بيراهن في أغلب الأوقات على منعم ومتولي متولي كان موجود ماتش الرجاء ملعبش ليه طيب لو هو بيراهن يعني لا أنا بقول إنه في أغلب أوقات الظهور يعني دايما حاس إنه كولر ميال أكتر لمتولي ومنعم ممكن بس الفروقات أصلاها زي ما قولك يعني قريبة ما فيش فروقات كبيرة ولكن أنا شايف إنه كل الماتشات اللعب ياسر ومحمد عن منعم جنب بعض لا بيبقى في تفاهم طيب ناحية الشمال أفضل دويته معلول طبعا ثابت يعني كان الله فعونه معلول عبدالقادر معلول الشحات معلول طهر التلاتة اللي بيلعبوا في الحتة دي قد أكتر نسبة تفاهم أو انسجام حستها وإنتاجية وفعالية معلول والشحات معلول والشحات معلول والشحات على رغم أنه الشحات المركز ده يعني دائما يلعب من ناحية اليمين ولكن من ناحية الانسجام من ناحية الانسجام معلول والشحات يجي بعدين أحمد عبدالقادر معلول والشحات وبعدين أحمد عبدالقادر من ناحية الانسجام مش من ناحية الأداء أنا بكلم عن التفاهم أنا بكلم عن عدويته معنون الشحات سنائية خط النص اللي تنيل الارتكاز اللي بلعبه على الدايرة مع دخول طبعا مروان مع حمدي وديانج والسولية ووجود خندوسي الحقيقة ما قدرش أستبعيده لأنه أنا بشوفه العيب كاليبر محترم بصراحة يمكن ما جاش وقته أو ما وصلتش للتوب فورم خندوسي مختلف عن يعني لحد ما بس لو بيلعب بتلاتة يعني لو هيلعب بتلاتة في نص الملعب هيختار تلاتة لازم من الأسماء دول مين السنائية اللي لازم تكون موجودة وشايف أنه هم أعلى 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 درجة تفاهم والسجم منهم وهم بعض كاثنين مدافعين يعني أنت عندك مروان بيعمل الدور ده ديانجي بيعمل الدور ده حمدي بيعمل الدور ده مين التفاهم ولا أحسن اتنين من وجهة نظر اللي يكونوا موجودين اللي تنين في وجود حمدي فاتحي أنه هو راجل لي مهام هجومية دلوقتي بيبقى مروان عطية وديانج مروان عطية وديانج ومين التالت المفضل بالنسبة لكابتن خلد معاه؟ مين اللي يكمل المسلس ده؟ لو أنا بقولك حمدي فاتحي حمدي فاتحي وديانج ويبقى مروان عطية مروان عطية وديانج وحمدي فاتحي وحمدي فاتحي بيبقى واجب بياخد واجبات سنة زيادة في النواحي الهجومية الثلاثة الهجومية كابتن خلد أكتر أكتر انسجام وتفاهم أكتر انسجام وتفاهم أكتر انسجام وتفاهم التلاتة اللي بيلعبوا بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات مين أكتر حد حاسس أنه يعني لو اخترت اسمين من التلاتة في بينهم تفاهم أو انسجام أكتر دويتو يعني بيرسي وكهربا ولا الشحات وكهربا لا الشحات وكهربا الشحات وكهرابا. رغم أن يمكن فيه إجوال كتير جداً بالزبف دولي الأبطال كانت بصمة مشتركة من بيرسيتاو ومحمود عبد المعنى من كهرابا. بتبقى يعني ممكن ما تكونش عشان فيه تفاهم كوي يعني ظروف اللعبة وظروف الموقف بتستدعي كتير. عشان نحن ندخلين على الصعب. إيه اللي مستني من ميستر كولر يراجع فيه أوراقه أو يرتب فيه أوراقه أو يطور فيه مستوى الفريق في الفترة اللي جاي. إيه أنت رايح لسوبر رايح لخطوات أخيرة بإذن الله في دولي الأبطال وبعد كده نرجع المنافسة على الدولي والكاس في مصر. نفسي أشوف فرت النادي الأهلي وهي مرتدة وهي بالدافع بمجرد منيط على الكورة إزاي بننتقل من نص ملعبنا لنص ملعب الفريق المنافس بستة سبع لعيب أشوفهم قدام. إزاي التحول السريع ما بين ناحة الدفاعية والناحة الهجومية. نفسي أشوفها. ده اللي كان نقصنا يمكن يفهمتش الرجاء. في الشتة. بالزبط. ودي بيبقى ليها واجبات معينة وفكر معين وتكليفات للعيبة إزاي تنفذ بشكل معين. عنده رفاهية الوقت كنت تنخرد لأنه يعمل شغل زي ده في وسط موسم صعب زي ده. عنده رفاهية الوقت لإيه لأن انت بتتعامل مع كواليتي لعيبة بتفهم وخها كويس قربيا فهمها يعني إيه لما هتطلب منه حاجة حتى لو نظري هيفهمها بشكل كويس وحيطبقها بشكل كويس لأن هم عندهم من الوعي سواء كان وعي خططي أو تكتيكي اللعيبة اللي عندنا لأ بتفهم كل حاجة. فأي حاجة هو هيقولها هتوصل للعيبة وهقدروا ينفذوها بشكل كويس ولكن هي بس نحتاجة شوية جرأة بحيث أن احنا نفس أتفرج عن نادي الأهلي أحس أن نادي الأهلي فرقة زي الفرقة اللي بتلعب في أوروبا بتدافع بشكل كويس جدا لما بتقطع الكورة زي بتنتقل للنحية الهجومية بكسافة خمسة ستة لعيبة بيروحوا بيهجم وبعدد قليل من نقلات وبسرعة وبسرعة النادي الأهلي نقطة مهمة جدا المباراة اللي جاي مباراة السوفر ريال مدريد بيعمل يمكن من أنجح الفرق رغم يعني أنا بشوف طبعا أن الريال مش هو الريال في السنوات الأخيرة حتى ما عفوزه بلقب الدولي الأبطال لكن من أكتر الفرق وبما أنه مستوى متراجع فبقى فيه أوقات كتير جدا بيبقى مضغوط لما بيلعب فريق PSG بيبقى مضغوط معظم وفاقد الاستحواز لما بيلعب الستي بيقى فقد الاستحواز ورغم كده هو من أنجح الفرق اللي بيعمل الكلام الحاجب بتقول عيدة بالزبط سرعة نقل الهجمة بقى لعدد من اللمسات وترك جون لأن أنت الكورة بتضرب لك خطوط بتضرب لعيبة يعني أنت لما بتجري لقدام وبتباصي لقدام أنت في لعيبة من الفرقة التانية بتبقى في ظهرك خلاص خلصت منها فهو ده اللي نفسي أشوفه للنادي الأهلي من أحسن الأندية مش على مستوى مصر ولا أفريقيا على مستوى العالم نقصنا الحتة دي هتفرق بشكل كبير جدا والله يعني قبل ما أتكلم بقى عايز أخدك على السيزن والمطبات اللي قدام كولر واللعيبة لكن حقا خدتني النقطة مهمة جدا كل فريق ليه شخصية وليه طريقة لعب لما بشوف الستي بيلعب بره بيلعب جوه بيلعب في دوري الأبطال بيلعب في الدوري الإنجليزي هو ليه نفس الطريقة استحواز وضغط متواصل مهما كان اسم المنافس أو حجمه أو إمكانياته لما بشوف في برشلونة نفس القصة لما بشوف في البايرن التوازن والقوة في الدفاع وفي الهجوم كل فريق ليه شخصية أنت ممكن أنشوف الأهلي مثلا اللي أنا تعودت تعريطه العمري هو الفريق اللي ما بيهموش بيلعب مع مين بره أو جوه اسلوب ضغط طول الوقت رغبة في المكسب بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن طبيعة البطولة وبصرف النظر عن ملعب المباراة والجماهيل الموجودة فيه اللي ينقص الأهلي عشان ده يبقى موجود كابتن خلي التعود إنه هم يعملوا الكلام التعود يعني لعيب الكورة بيوصل إحنا في علم التدريب بنقول لما بتشتغل على حاجة معانة وتقعد تكررها من خلال الوحدة التدريبية بتوصل لعيب لمرحلة الآلية هم محتاجين شغل في الحتة دي كتير لأن دي من عيوب الكورة المصرية إنه إحنا مش قادرين نطلع من الحتة دي عشان كده حتى لما أنا بتكلم بالنسبة للنادي الأهلي لازم نتخطى الحتة دي ونعملها ليه مش هتخاف لو عملناها بشكل كويس مش هتخاف عليه لما نروح كاس العالم الأندية هتلاقيه بيلعب جيم دفاعي وجيم هجومي صحيح على فكرة الفرقة اللي بتعمل الكلام ده على المستوى الأفريقي هي سانداونز تلعب بره زي دون وعشان تده منتهى الخطورة من المناسبة سانداونز هترجعني لدولي الأبطال الأهلي في طريقه لدور قبل النهائي أقصى ممثل تونس تحت من السيري أقصى الهلال السوداني أقصى القطن الكاميروني أقصى الرجاء المغربي هل بتشوف أنه الترجي أفضل من كل الفرقة اللي تخطها الأهلي في مشواره ولا أفضل ولا أقل في مستوى منه لا إحنا بإذن الله عندنا فرصة كبيرة جدا لتخطي الترجي تخطي هذا الدور والوصول للنهائي تتمنى تقابل مين في النحية التانية عندنا النحية التانية الوداد في مواجهة السانداونز أنا أتمنى أي حد بس إحنا بإذن الله يعني العايز اللقب أكيد بإذن الله بإذن الله بس خليك فاكر بقى الكلام له هنقابل الوداد هنقابل الوداد بسانداونز اللي لسه كنت بتكلم عنه وتوقع عنه سانداونز فرقة قوية جدا ومن أقوى الفرقة على المستوى الأفريقي ولكن في المباريات لما هيلعبوا قدام فرقة منظمة دفاعيا وتقدر تدوس على نقاط الضعف اللي عندهم ممكن يخسر الأقرب للقب من الأربع فرقة كابتن خالد الأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وخلينا نفكر في السوبر اللي بالمناسبة رحلته فعليا تبدأ بكرا إن شاء الله للإمارات النهاردة الفرقة كانت أجازة من التدريب بكرا إن شاء الله تمرين خفيف أعتقد وبعد كده الفرقة تتوجه للمطار عشان تبدأ رحلتها لأبو ظبي بحثا عن كاس سوبر جديد بشكرا كابتن خالد نوارة الدنيا شكرا يا أحمد شكرا بيك ومنسعد بيك دايما الله يخليك شكرا وكل التوفير للأهلي إن شاء الله بإذن الله وحلقة الأربع من السادس هتكون حلقة خاصة جدا لمتابعة وتخطيت رحلة الأهلي لأبو ظبي قبل مباراة الكاس بتمانية كاس السوبر طبعا قبل مباراة كاس سوبر بتمانية أربعين ساعة أشكركم على المتابعة ونتقبل على كل خير إن شاء الله حلقة الأربع اللي جاية تحياتي لكم